أقيمت اليوم بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأبرا المصرية الفعالية التي أقامها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالقاهرة تأتي الفعالية ضمن البرنامج الوطني لتعزيز الثقافة والهوية الوطنية ذلك من خلال مجلس الشباب المصرية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للمزيد بينضم إلينا مباشرة من المجلس الأعلى للثقافة باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري يعني باسم ماذا لديك؟ تحياتي إليك من المجلس العلى للثقافة في أدار الأوبرا المصرية والذي عقد أو انتهى فيه منذ قليل فعاليات التي أقامت تحالف الوطني للعمل الأهلية التنموي ومجلس الشباب المصري هذا البرنامج الذي يدعم الشباب من الجنسين الذكور والإناثة باعتبر أن شريحة الشباب تمثل نحو 60% من مجمل الشعب أو تعداد السكان في جمهورية مصر العربية ويؤكد هذا البرنامج وما كان في مدارة حوله في ندوة اليوم يؤكد إصرار القيادة السياسية على ضرورة أن يتم تمكين الشباب ويتم المساواة الثقافية بين الشباب المصري في كافة ربوع جمهورية مصر العربية في الأرياف وفي الحضر وفي الصعيد وفي البيئات البدوية يجب أن تكون هناك عدالة ثقافية للجميع لأن الرأي لا يحترم ولا يقدر ولا يكون رأيا فاعلا وفعالا في المجتمع إلا إذا كان مبنيا على ثقافة وثقافة حكيمة ومن هنا كان التجديد على ضرورة أن تكون هناك عدالة ثقافية في ربوع مصر ومحافظات مصر جميعا وللجميع أيضا من ضمن ما تم التحدث عنه أيضا كما ذكرت تمكين الشباب من الجنسين فلا وجود أو لم يعد الزمن أصلا يتحدث عن وجود فرقات بين الذكر والأنثى لكل منهما مقام معلوم ومسواء في كافة الحقوق وكافة الواجبات والتميز يكون من الذكور ومن الإناث متساويا وبالتالي يجب أن يكون التعليم والثقافة والاهتمام والتمكين للإناث تماما مثلما يكون للذكور هذه الندوة التي تم تحدث فيها من قبل السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وكان لدينا أيضا الأستاذ محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري وبحضور وحديث ليدكتورة مون الحديدي رئيس اللجنة الشبابية بالمجلس الأعلى للثقافة وكان هناك تأكيدا أيضا على احترام الدولة لكل اتجاه ثقافي في كل محافظة على حدة هذا أبرز ما جاء اليوم في هذه الندوة التي عقدت بالمجلس الأعلى للثقافة باسم أبو لانين مراسل التلفزيون المصري شكرا جزيلا لك